ينضموا معنا في الأستوديو زياد بن عبدالله الحربي نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي بمجموعة أسياد بداية نرحب بك لو تعرفنا على طبيعة هذا الاستحواذ في البداية كل الشكر للتقدير على هذه الاستضافة طبعا هذا الاستحواذ يعتبر هو أول استحواذ دولي تقوم في مجموعة أسياد وهو استحواذ بالنسبة 70% يعني الأغلبية بحيث أنه يتم التحكم الكامل بعمليات الشركة وأداءها التقاري والمالي طبعا طبيعة الاستحواذ يعتبر استحواذ مهم خصوصا أنه يأتي في قطاع الخدمات اللوجستية الشركة المستحواذ عليها هي شركة سكاي بريج وتنشط كثير في عدد كبير من الخدمات لنفتقدها حاليا أو نقوم فيها على إطار السوق المحلي وهذه الخدمات مثل ما ذكرت هي الخدمات اللوجستية مثل خدمات الشحن والنقل والتخزين وأيضا وكالات الشحن نعم كيف ستستفيد مجموعة أسياد من هذا الاستحواذ تحديدا طبعا هذا الاستحواذ يأتي كخطوة جدا مهمة في إطار قهود مجموعة أسياد لتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف الاستراتيجية اللوجستية الوطنية 2040 هذا الاستحواذ راح يساعد أو يعزز قابلية مجموعة أسياد للتوسع في أسواق عالمية أيضا راح يساعد في تعزيز محفظة الخدمات اللي ممكن نقدمها حاليا وبالتالي قدرة المجموعة لخدمة عملاء أكثر بعمليات بانتشار جيغرافي وعالمي أكبر طبعا ناهيك عن مساهمة أيضا هذا الاستحواذ في تعزيز مساهمة القطاع اللوجستي في الناتق المحلي وخلق أيضا فرص للقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية لماذا اخترتم شركة سكاي بريج لحلول الشحن تحديدا عدة أسباب بس يمكن أهمها هو طبعا وجود المواءمة الاستراتيجية أهم خطوة لنقاح عمليات الشراء والاستحواذ أن يكون في تفاهم وفي مواءمة استراتيجية وأيضا تكاملية الخدمات وقدنا أن شركة سكاي بريج لديها خطط طموحة بالمثل أسياد لديها نفس الخطط وأيضا تنشط في الأسواق التي أسياد تستهدف التوسع فيها مثل السوق الهندي والسوق الخليقي وأيضا في الصين وأمريكا هذا الاستحواذ كيف يتماشى مع استراتيجية أسياد على المدى البعيد؟ طبعا عمليات الشراء والاستحواذ هي قزء أصيل من استراتيجية أسياد لا نستطيع أن نحقق الأرقام المستهدفة بدون التوسع الأقليمي والعالمي خصوصا أن القطاع اللوجستي قطاع مرتبط وما نستطيع أن ننأى بمنأة عن التوسع الحاصل حاليا في القطاع العالمي فهي قزء مهم هذه خطوة أولى وقد تسبقها أيضا أو تلحقها عفوا أيضا عمليات شراء والاستحواذ أخرى الهدف من هذه العمليات من المنظور الاستراتيجي لمجموعة أسياد هو تعزيز محفظة الوصول نقدم خدمات متنوعة جغرافيا بحيث أنه نقدر نستقطب أحقام مناولة ونمكن أيضا السلطنة منها أنها تكون مركز لوجستي عالمي كيف يتماشى هذا الاستحواذ مع اتجاهات القطاع أو ظروف السوق على الصعيد الدولي؟ طبعا الكثير من الشركات العاملة في القطاع اللوجستي حاليا تتقه إلى عمليات شراء والاستحواذ يعني كثير من الأحداث التي حصلت وما زالت تحدث مثل الحروب أزمة كوفيد أثبتت أن مسألة إدارة سلاسل الإمداد أصبح أمر معقد فكثير من الشركات المستفيدة من الخدمات اللوجستية بدأت تتقه إلى شركات كبيرة تقدم لها حلول متكاملة بحيث أنه يعني تتخلص من عبء إدارة سلاسل الإمداد وبالتالي يعني هذه الخطوة هي في صلب وفي تتماشى تماما مع التوقه وآخر الأنشطة الحاصلة في القطاع اللوجستي على المستوى العالمي سكايا بريج لحلول الشحن ما هي المناطق الجغرافية التي تخدمها هي حاليا تنشط في 90 منطقة وإذا نلخصها يعني كمناطق جغرافية هي تنشط في الخليق العربي تحديدا لديها عمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية مملكة البحرين وأيضا تنشط في الهند وفي الصين وفي أمريكا هذه حاليا وجودها وطبعا لديها شبكة عملاء كبيرة تصل إلى أكثر من 1500 عميل في جميع هذه المناطق التي ذكرتها إذن زياد بن عبدالله الحربي نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي بمجموعة السياد شكرا جزيلا لك شكرا شكرا